اكدت سيدة ايمان الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة خلال الاجتماع الذي عقدته الوزارة مع الفريق التنفيذي لأعمال لجنة التعاون الصناعي اكدت ان القطاع الصناعي يعتبر من القطاعات الواعدة التي اولت مملكة البحرين اهتماما بالغا بها تجسد في اطلاق استراتيجية طموحة لتنمية الصناعة كجزء من خطة التعافي الاقتصادي واشارت الدوسري الى ان زيارة الفريق التنفيذي لأعمال لجنة التعاون الصناعي الى مملكة البحرين تأتي بهدف بيان اولويات منظومة الصناعة والثروة المعدنية لرسم وتنفيذ الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية بما يحقق التكامل الصناعي الخليجي في اطار حرصها على تنمية القطاع الصناعي عقدت وزارة الصناعة والتجارة اجتماعا مع الفريق التنفيذي لأعمال لجنة التعاون الصناعي بهدف تحديد اولويات المنظومة الصناعية الخليجية والمبادرات التي من شأنها تحقيق التكامل الصناعي بين دول الخليج العربية نقشنا اليوم في عدد من المحاور لعل نقطة الانطلاق هو الاستراتيجية الخليجية الموحدة للتنمية الصناعية هذه نقطة الانطلاق هو حجر الاساس لجميع الاجتماعات واللقاءات التي تصير على مستوى دول المدلس التعاون سواء كانت اللقاءات على مستوى لجنة التعاون الصناعي او حتى اللقاءات الثنائية التي تم تناقشنا خلال اليوم على مجموعة من المحاور محور تنمية القدرات البشرية محور التصنيع والانتاج المتقدم مصانع المستقبل وكذلك محور الاستثمار والتكامل في سلاسل الامداد اليوم تمت مناقشة عدد من المحاور ممكن تلخيصها في برامج دعم التحول نحو الثورة الصناعية الرابعة بالإضافة إلى التكامل في سلاسل الامداد والتوريد ما بين دول مجلس علاوة على محاور متعلقة بالمواهب والقوى العاملة والفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي من البلدين الحقيقة يمكن اليوم كان أحد المحاور محل الحديث محور الاستثمار استعرضنا فيه مع الزملاء في مملكة البحرين والجانب السعودي أهم القطاعات المستهدفة في الاستراتيجية الخارجية المشتركة وكان ثمان قطاعات تقريبا تم تحديد مجموعة من الفرص الاستثمارية في القطاعات المستهدفة الثمانية وتم نقشتها مع فريق العمل الحقيقة الجانب البحرين كان منفتح جدا على الفرص الاستثمارية الموجودة وفريق السعودي قررنا أنه فيه قسمنا العمل إلى مبادرات معينة يتم تعاون عليها خلال الفترة القادمة وبرضه فرص استثمارية سواء كانت على الجانب الحكومي أو حتى على الجانب القطاع الخاص جرى خلال الاجتماع بحث ومناقشة عدد من المحاور لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية بين دول مجلس التعاون وذلك لنقل القطاع من التمكين إلى التكامل عرضنا اليوم وهي نظراءنا في المملكة العربية السعودية كان لأجل التكامل احنا طلعنا على تجربتهم وكان في كثير من نقاط الاشتراك بيننا وبينهم في مبادرة المصانع الذكية طبعا مبادرة المصانع الذكية هي مبادرة وطنية تم تدشينها من قبل سعادة وزير الصناعة والتجارة في أغسطس الماضي وهي تهدف إلى قياس مدى نضج المشآت الصناعية في مملكة البحرين من حيث تطبيقات ثورة صناعية الرابعة ونضج الرقمي كذلك الاتفاق على تبادل المعلومات والبيانات وخذي الله بلا شك راح يفتح الأفق ويفتح المجال لتنمية الاستثمارات وتنمية القطاع الصناعي للمملكتين وأيضا تكامل سلاسل الأمداد إلا هو أحد ركائز قطاع استراتيجية قطاع الصناعة لعام 2022-2026 تستمر وزارة الصناعة والتجارة العمل على تحقيق أهداف استراتيجية الصناعة التي ترتكز على عدد من الأسس كدعم تبني القطاع الصناعي لتكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة بالإضافة إلى دعم الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية ورقبنة التصنيع وتعزيز مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون وتشجيع القطاع لتبني الحوكمة البيئية والاجتماعية وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد عبر تحقيق التكامل الصناعي ترجمة نانسي قنقر